السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العبرية ولو أنت أول مرة تتابعني اشترك الآن في القناة وانضم لأكثر من 331 ألف مشترك وياريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك عشان تساعدني أن يظهر في الإختراحات وتفيد غيرك من تتفرج وتمشي على الأقل ادعمنا بإعجاب ولو أنت فعلا أول مرة تتابعني فأحب أقولك أن القناة مش مخصصة لتعليم اللغة العبرية لكن نحن نتكلم هذه اللغة من أجل دراسة مخطوطات الكتاب المقدس ثم نقضها درس اليوم عن التشكيل أو الحركات تحديدا الفتح والضم والكسر لكن لابد من مقدمة سريعة عن تاريخ الحركات لأن الحركات المستخدمة اليوم ما كانتش هي المستخدمة قديما فقديما قبل سنة ألف قبل الميلاد كانت العبرية تكتب بسواكن فقط يعني بدون أي حركات فكانت الكلمة تكتب ويفهم معناها من خلال السياق مثلا كلمة كاف تاء باء قد تكتب كتب أو كتب أو كاتب وبأكثر من صورة أخرى حسب السياق في مرحلة تالية من ألف قبل الميلاد حتى تلتمية قبل الميلاد استخدمت بعض الحروف الساكنة لتدل على حركات معينة وهذه الحروف هي حروف اللين الألف والها والواو واليال وتحت ظل اللغة العربية والحضارة الإسلامية والحرية التي منحت لليهود في القرن السابع الميلادي ظهرت جماعة يهودية سموا باسم الماسوريين الماسوريون كانت وظيفتهم لاعتناء بالعهد القديم فوضعوا بعض العلامات والنقاط للدلالة على التشكيل أو الحركات وهذا النظام اكتمل في القرن العاشر الميلادي ومع أن هذه النقاط والعلامات كانت بديلة عن حروف اللين الألف والهاء والواو والياء إلا أن حروف اللين ما زالت تستخدم ضمن نظام الحركات حتى الآن هذه منقدمة سريعة ومختصرة عن تاريخ الحركات العبرية ندخل في الحركات نفسها وهنتكلم النهاردة عن الفتح ثم الكسر ثم الضم طبعا يجب أن تركز حتى لا تتلقبط معي وحضلك تحت رابط لملف يفيدك جدا في المذاكرة يكون ملف PDF نبدأ بالفتح الفتح في اللغة العبرية يضم حركتين فتح قصير ويسمى بتح وهي عبارة عن شرطة قصيرة توضع أسفل الحرف وينطق مثل الفتحة العربية تماما مثل كلمة جن يعني حديقة بت يعني بنت الفتح الطويل ويسمى قمتس أو كمتس وهي زي حرف T على ما تشبه حرف T توضع أسفل الحرف وتنطق مثل الفتحة المتبوعة بحرف الألف الساكن زيها في العرب لما أقول كامل فتحة بعدها ألف ساكنة في العبري مثل كلمة دم يعني دم أف يعني أب يد يعني يد طبعا حاليا اليهود ما يفرقوش كتير في النطق بين الفتحة القصير والطويل لكن بالتأكيد لهم تأثير في النحو والمعنى يبقى الفتحة عندنا فتحة قصير وفتحة طويل الكسر عندنا أربع حركات للكسر حركتين كسر صريح وحركتين كسر مائل الكسر الصريح يضم قصير وطويل الكسر الصريح القصير اسمه حارق قطان أو بيقول عليه حارق قطان يعني قصير أو صغير وعبارة عن نقطة توضع تحت الحرف وتقابل الكسرة العربية مثل كلمة ام يعني اذا عين يعني عين ايكار يعني فلاح الكسر الصريح الطويل حارق جدول جدول يعني كبير وعبارة عن حارق نقطة يعني وبعدها حرف اليود الحرف تحته نقطة وبعدين حرف اليود ولو حرف الياء لذلك يسميه البعض حرك يود وهي في اللغة العربية تقابل الكسرة عن متبوعة بحرف الياء زي في العربي كلمة فيل الفأ مكسورة وبعدها حرف الياء الساكنة فتكون كسرة طويلة فيل في العبري ناخد أمثلة زي كلمة تلميذ يعني تلميذ كلمة الوهيم يعني الإله إيش يعني رجل وكذلك كلمة فيل يعني فيل كلهم كسرة وبعدها ياء ساكنة بعد كده عندنا الكسر المائل وينقسم إلى قصير وطويل كذلك الكسر المائل القصير اسمه سجول ويعبارة عن ثلاث نقطة توضع تحت الحرف وتنطق مثل كلمة ايه في اللهجة المصرية يعني كسر المائل ايه ما بقولش ايه ايه مثل في العبري شامش يعني شمس ملخ يعني ملك سفر كتاب شامش ملخ سفر الكسر المائل الطويل تصير ايه وعبارة عن نقطتين تحت الحرف وتنطق مثل السجول لكن أطول قليلاً زي في العربي لما أقول مثلاً أو في اللهجة المصرية لما أقول كلمة حيط حيط حقط في العبري مثل كلمة ام يعني ام بين يعني ابن كن يعني نعم ام بين كن أطول شوية من السجول يبقى الكسر عندنا كسر صريح وكسر مائل الكسر الصريح فيه قصير وطويل والكسر المائل فيه قصير وطويل كذلك بعد كده عندنا الضم وهو عبارة عن أربع حركات حركتين ضم صريح حركتين ضم مائل الصريح يضم قصير وطويل الضم الصريح القصير اسمه كيبوتس وهو عبارة عن ثلاث نقط مائلة هكذا توضع أسفل الحرف وتنطق مثل الضمة العربية الخالصة مثل كلمة سلم يعني سلم شلحان يعني مائدة أو منضدة بعد كده عندنا الضم الصريح الطويل اللي هو شورك أو شروك بالاختلاف الناس بنتقولوا كده وعبارة عن حرف واو بداخله نقطة وهو في اللغة العربية يقابل الضمة المتبوعة بحرف الواو الساكن زي كلمة سوق في اللغة العربية سين عليها ضمة أو الواو ساكنة فبنقول سوق يبقى ضم طويل اللي هي واو مادية يعني في اللغة العبرية مثل كلمة شوق يعني سوق سوس حصان شعل يعني ثعلب قلت شوق سوس شوعل ثعلب عندنا بعد كده الضم المائل وينقسم إلى قصير وطويل الضم المائل القصير حلم حسير أو حلم قطان حسير يعني ناقص قطان زي ما قلت ان هي صغير وعبارة عن نقطة توضع أعلى يسار الحرف ما هي تشبه الضم في العربية لكن تمال قليلا مثل كلمة بكر يعني صباح دف يعني دب لو يعني لا الضم المائل الطويل حلم جدول وعبارة عن حرف واو فوقه نقطة تنطق زي الحلم حسير اللي فاتت لكنها أطول قليلا زي في اللهجة المصرية لما قول كلمة يوم ضم مائل طويل في العربية عندنا أمثلة زي يوم ليوم شلوم يعني سلام أور يعني نور فالضم فيه زي ما قلت ضم صريح وضم مائل كل حاجة فيهم فيها قصير وطويل دي كده الحركات باختصار شديد جدا الفتح والكسر والضم وفي الوصف زي ما قلت هحط ملف PDF مختصر فيه الكلام اللي قلناه باختصار وبتوضيح أكثر إن شاء الله أتمنى يكون الفيديو مفيد ولو استفدت منه وإغضائك عشان تدعمنا ولو حاب تدعمنا منكم من خلال بيترون ونروا تفاصل الفيديو لا تنسوا من صالح دعائكم وانتظرونا في الحلقات القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته